هل فيه لعبة دلوقتي جاهزة ممكن نضموهم على طول يعني عدوا المرحلة السنية ينضموا على طول المنتخب الأول ما يكونوا يشاركوا مع منتخبات مثلا من بلدهم اللي هم عايشين فيها وهم هم أصلا من أصول مصرية آه طبعا فيه جاهز فيه 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 هايسام حسن ده أنا باعتبره يعني يمكن من أهم فعلا موهبة ما كانش أهم موهبة مصري تونسي ده فيه ريال الأسباني مصري تونسي فرنسي ولعب منتخبات فرنسا للنشئين ولعب كاس عالم مركزه ايه؟ ده وينج وينج رايت نفس مركز محمد صلاح وبيلعب كمان وينج ليفت بس يعني مهارة مش طبيعية هم متأخرين فيه ليه ده بقى؟ لا ده مش متأخرين فيه وأنا على تواصل مع الجهاز الفاني المتخب الأول سواء دلوقتي أو حتى أيام كارلوس كيروش وكابتن ضياء دلوقتي مع محمد غرابة فيه حد برضه في الجهاز الإداري اسمه علي محمد علي ممكن محدش برضه تعرف علي يعني بس بين الناس اللي أنا فعلا بيهتم جدا بالموضوع وبتابع معي عش كده حابدت أذكر اسمه يعني؟ اسمه هيسم ايه؟ لا اللعب اللعب هيسم حسن هيسم حسن هيسم حسن في فياريال في فياريال اه وهو حاليا في السكند تيم في فياريال بس تشوفه هتحس انه هو يعني بصعب سطر صبري في حزم إمام يعني هو مهارة في محمد صلاح هو بس اللي أنقصه يعني اللي يقل فيه عن محمد صلاح الفينيشنج وهو يقول بقى تلصة صغير ده عشرين سنة لكن مهاريا أعلى يعني جات صحفة ماركا السنة اللي فاتت عملت إحصائية لأفضل اللعبين على مصر العالم كله في المراوغات في معدل مراوغات أثناء المباراة هيسم كان من أول عشر على مصر العالم هيسم على مصر العالم كله أو مصر تونسي مصر تونسي فرنسي ولعب كاس عالم مع متخب فرنسا للنشئين تحت سبا فلنسي أكيد مشتعل عليه برضه فأنت بتقول لي متأخرين فيه لا مش متأخرين بس لسه الأمور مش قادرين إحنا نحسمها بشكل نهائي فيه طفاصيل مش عايزة أقولها دلوقتي بس هو عنده الاستعداد لكن فيه شوية حاجات لسه محتاجة وقت علشان الأمور تتحسم تونس بتتحرك بقوة مصر بتتحرك الحمد لله إحنا بشتعل عليه أنا وتم اللي معايا ودلوقتي مع محمد غرابة والجهاز المتخب الأول بس محتاجين لسه شوية فيه محمد طلبة في بوخم الألماني والمسلم الحالي تصعد للفريق الأول من أول السيزن مساك سنترباك برضو عنده 18 سنة دلوقتي وتصعد للفريق الأول لبوخم مش هيكش في مبارك أسمية لكن كان بيبقى موجود دايما على مصر ألماني مصر ألماني وموجود برضو في منتخب ألمانيا تحت 19 سنة في الوقت الحالي برضو ده أنا متخيل وقت إن شاء الله قصير وبإذن الله يكون ليه نصيب إن شاء الله مع منتخب مصر ده برضو من الأسماء فيها عمر عبد المجيد والناس كانت عنه من فترة إن عمر لعب فريق أول لهمبرج الألماني وشارك في الدوري ده أصغر تاريخيا أصغر لعب يمثل هامبورج هامبورج حشوفنا قبل كيام محمد زيدان طبعا كان بيعاب لهمبرج دلوقتي عندنا عمر عبد المجيد عمر ده أصغر لعب في تاريخ نادي هامبورج يمثل الفريق الأول وأصغر لعب هو هامبورج دلوقتي طبعا أنت عايفة كايم هما في الدرجة التانية مش بيعابه في البونس ديجا فعمر كمان عبد المجيد هو أصغر لعب في تاريخ الدرجة التانية الألمانية يلعب فريق أول فولد ممتاز جدا وممكن جدا نشوف مع منتخب الأول لفترة جاية ممكن نشوف مع منتخب وجبته على فكرة معسكر مع كابتن محمود جابر وكان عايز يجيب المعسكر الحالي فعلا بس الولد عنده إصابة فده اللي خلالنا هو مجاش